السلام عليكم و مرحبا بكم معي في القناة نتمنى تكونوا باخر و الاخر و انتم تشاهدوا فيديو دياله يوم شاء الله نقصر حليكم بيزا اللي تجي رائعة خفيفة بزاف و مقرمشة في نفس الوقيسة توجد بسرعة كبيرة مع جميع الاسران نحضرها معكم بطريقة ديالي نتمنى انكم تجربوا اعجابكم و لما نطول عليكم نشوف المقادر و طريقة تحضير و فرجة ممتعة نحتاج تقريبا 250 جرام حتى 300 جرام ديال الدقيق انا استعملت نوعية جيدة نأخذ هنا ملعقة صغيرة ديال الملحة كذلك ملعقة صغيرة ديال سكر حبيبات نضيف عليهم ملعقة صغيرة ديال الخاميرة الفورية او خاميرة العجين نضيف هنا 1 ربع ملعقة ديال بودرة الثوم نضيف ملعقة كبيرة ديال زيت زيتون و هنا نأخذ الماء الدافئ هنا واحد السر نوريه لكم هنا نضيف البودرة ديال الحليب نضيف ملعقة صغيرة للماء الدافئ ما نضيفه في العجين انما نضيفه في الماء الدافئ بشنعجن به صراحة هو كي اعطي قوة مزوين بالزافل العجين ديال البيتزا و كي خليها رطبة و في نفس الوقت ذا كتجي مقرمشة على بره اذا هنا غضي نخلط المكونات كلها مع بدياتها و غضي نبقى نعجن هكا بالاضافة ديال ذاك الحليب اللي خلطنا هنا واحد صير كذلك دائما العجين ديال البيتزا يكون مرخوف خليوهم من الاحسن يكون هكا كما كتلاحظوا باقي هكا كي تلصق في اليدين كما كتلاحظوا هو اللي كي اعطينا واحد القوام اللي يرتبوا كي يجيزوين بسافل البيتزا و بلا ما غدي ندلكه صراحة غدي غين نجمعه انا هاده هدي الطريقة لي كندير العجين و غدي ندهنوها كب شوية ذاك الزيتون و نغطيها بسلوفا و نخليها حتى تختامر و يتضعف الحجم ديالها هنا بالنسبة الوقت ديال الاختماء كتختلف على حسب الجو يمكن لكم تخليوها حتى الجو السوي فهما كيوقع لها حتى شي حاجغ اذا هنا هو الحشوة اللي غدي نعمر بها البيتزا ستعملوا اي حشوة كسبغي و باش ما بغيتوا تعمروا عمروا انا غدي ناخد هنا هي البصلة اللي كتكونها كبيضة قطعتها كشرائح و كذلك شوية ديال الفلاق قطعتها الدوائر و شوية ديال الفطر المعلب هنا وضعت شوية ديال الزيت في المقلات و نضيف شوية ديال الملحة و شوية ديال البزار و نخليها كاكية تشحروا كل حاجة بوحديتها هنا يحتكت الدهب لنا ديال البصلة و تنزل شوية باش ما كتبقاش من قرمشة هكا كمني كنجو ناكله البيتزا وهنا يمتكتروا شلي مع وثاني الطياب سافيغي شوية واحد ثلاثة ديال دقائق و نطفيع لهم نخليهم حتى كي بردوا و هنا مباشرة العجيم بعد ما كي يختامر كما كتلاحظوا كي تضاعف الحجم دياله هادي نخرج منه قاعدة كالهواء اللي فيه بهالطريقة وهناي غدي ناخدها كاللوحة اللي كنقرسوا فيها العجين أو كنرميوا فيها العجين و هادي نضيف هنا بشادي نقرس البيتزا هادي نوضع هنا يالفينو او سميدة رقيقة اللي بغيتو غيباش كساتين ديال القرمشة منك نكونوا ناكلوا البيتزا ديالنا و هادي نبديها كمباشرة نسرح او نقرس العجين هنا يحاولوا ما امكان انكم تخليوا الجوانب يكونوا شوية طالعين و دائما كنرقوا العجين يمكن لكم تتعينوا بالدلك و هادي الأثناء ارى الفرن مشعلها كي يسخن على نار اللي كتكون مجهدة بزاف انا دائما كنقول لكم عندي الفرن ديال الغاز فاكنجهد لي حتى للطرف حتى كي يسخن مزيان مزيان انا هنايا كما تلاحظوا ما عاديش نوضع العجين في الصينية فا مباشرة انا عادي نرمي على هذه الصينية اللي كتكون في الفران اه سافين بعد ما قرس العجين كما كتلاحظوا هنا عادي ندير سلسة ديال الطماطم اللي كتكون جاهزة فما كانش عندي الوقس باش انني نوجدها فهادي كتقديري الغرض بسرعة الى بغتو تحضروا السلسة ديال البيت فيمكن لكم سافي عادي نسرحها هاكا دائما ما كان وصلوش للجوانب سافي وغادي نغطيها هاكا بالجوبن او الفرماج الاحمر خلطت مع شوية ديال موزاريلا صراحة ما كانش متواجد عندي فها قدي تغيب بالجوبن الاحمر اه الا بغيتو اديك تعليقه ديال الجوبن او اه اديك لاني كانجون قطع البيتزا كتجي هاكا تجيبت فاستعملوا الموت زاريلا هي اللي كتعطي ديالك تعليقه انا ما كانش متواجدة اندي فما استعملته هاش كان بقي لغي شوية هو اللي يدرته هنا غادي نبديها كانوزع ديال بصلا بهالطريقة ونضيف الفطر المعلب ونضيف علبة طون ونضيف تلك جميلة ونضيف مجزعة اختار النوع الموجود ونضيف مجزعة نضيف مجزعة وهذه نضيف هكذا الفلفل الاخضر اللي قطعته دوائر وكرم شحر بعض طريقة يمكن لكم كذلك تزيدوا الزيتون الاسود انا ما كانش متواجد عندي ما درتوش سوف نغطي الواجه هكا بالباقي ديال الفرماج انا استمت كما قلت لكم الفرماج الاحمر واحد شوية ديال المتزاريلا اللي كان بقيل سوف نرشها هكا شوية بشوية ديال الزعتار اللي كيتواته بزاف مع البيتزا وهذه ندر واحد الخط خفيف هكا بزيت الزيتون سوف يمكن ندخلها الفرن حتى كالطيب كتاخد تقريبا واحد خمسة ديال دقيق حتى سبعة ديال دقيق وكتصبح واجدة اذا ادوي شكل نهائي ديالها كما كتلاحظو صراحة ان كتجين في شفشا ورطبا وكذلك مقرم شافن في سلوقيتها كما كتلاحظو ادي نقطعها معاكم باش تلاحظوا القاوم ديالها وما كتنطخش في الفرن كتبقى محافظة للشكل ديالها بلا ما كانت تبقبوها بالفرشيط وكتشكركم دائما المشاهدة والمتابعة نتلقوا في الوصفة الجاي ان شاء الله خليت لكم الراحة ومع السلامة شكرا